جهود متواصلة تفزلها الدولة المصرية للحفاظ على الأثار وتطوير وتجديد المباني ذات الطابع الأثري والمعمار المميز بجميع المحافظات ويأتي على رأس تلك المواقع مسجد البحر بدمياط والذي يعتبر تحفة معمارية على التراز الأندلسية إضافة لإطلالته المميزة على نهر النيل ليس مجرد مسجد لأداء فريدة الصلاة وإنما هو حالة تاريخية فريدة ليصبح مسجد البحر من أشهر وأجمل مساجد محافظة دمياط وهو يقع على الضفة الشرقية للنيل وكان يطل على النهر مباشرة في بداية إنشائه وافتتاحه ومن هذا المنطلق حرصت المحافظة على الإسراع في تجديد المسجد ليشهد المواطنون والأهالي افتتاحه بحضور محافظ دمياط أيمن الشهابي وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف هذا المسجد مسجد البحر بمدينة دمياط ونحن نحتفي ونحتفل مع أهل هذه المدينة الطيب أهلها بافتتاحه هو من أكبر المساجد بها وهو مسجد المحافظة الرسمي وقد تم بنائه عام 1601 ميلادية وقد بني على التراث الأندلسي الإسلامي وهذه المرة الرابعة التي يخضع له المسجد للصيانة والتجديد وهو مبني على مساحة 1600 متر مربع على نفقة وزارة الأوقاف المصرية رأى مسجد البحر النور عام 1600 هجريا في عهد الحكم العثماني على مساحة 1200 متر مربع على التراز الأندلسي ثم أعيد تجديده وبنائه للمرة الثانية على التراز الأندلسي عام 1967 ميلادية وزادت مساحته من 1200 متر إلى 1600 متر لتتزين جدرانه بالنقوش والزخارف الإسلامية حصلت عملية ترميم كاملة وتطوير للجامع طبعا أشارنا الجامع كله من بره ومن جوه والعمدان عملنا لها أمصان بعد طبعا معالجنا الحديد اللي كان موجود فيها والعيوب اللي كانت موجودة فيها وعملنا لها أمصان جديدة وأملنا عملية ترميم شاملة مسجد البحر له خمس قباب ومئذنتان وملحق به مكتبة ثقافية ودينية عاش مراحل من الترميم منذ عام 1997 ميلادية حتى آخر محطة من التجديد والتطوير في عام 2023 بتكلفة تجاوزت ثمانية ملايين جنيه حالة سعادة بين الأهالي بتجديدات المسجد وبسم الله ما شاء الله زغرفها جميلة وده وفر طبعا على الأهالي كتير لأن زمان تعرف ده أكبر مسجد في المحافظة الحمد لله بعد افتتاح المسجد على أعلى مستوى وبفضل الجهود الكبيرة اللي قام بها القائمين على المسجد إن شاء الله يكون لي دور قيادي ودور رائد في نشط تعليم الإسلام الوساطية وفي تعليم الناس حاجة ما شاء الله جميلة فربنا يا رب كده يديم الخير ويجعل مساجد دميات ومساجد الدنيا كلها عامرة وشكرا جزيلا تنوعت أنشطة مسجد البحر ما بين الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن وتنظيم الاحتفالات في المناسبات الدينية ليحظى بمكانة متميزة في نفوس أبناء دميات اشتركوا في القناة